توجيهات رئاسية للحكومة باستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية ومواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة اتفاق مصري فرنسي على تسوية الأوضاع في ليبيا ورئيس سيسي يؤكد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا وزارة البترول تعلن إنتاج أول بئرة من حقل غاز بلتيم لمية مليون قدم مكعب يومياً وياسل لخمسمائة مليون العام القادم مساء الخير وأهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من الحاليوم الأيام دي في حالة وطنية في الشارع المصري في حالة ارتجالية في الشارع المصري حاجات المواطنين بيعملوها بشكل تلقائي لازم الناس اللي بتقيس المزاج العام للشارع المصري تشتغل الأيام دي عشان تشوف بجد مش تشوف شكلاً تشوف موضوعاً تشوف ارتجالية المصريين في التعبير عن حبهم لبلدهم تقيس نسبة الوعي العام وده رهان كبير جداً لكل دولة إنها تشوف الوعي العام لدى المواطن شكله عامل إزاي المصريين اليومين دول بيخودوا معركة ومعركة هم مؤمنين بيها ويمكن يعني دي نتيجة تعب كتير واسنين طويلة قوي لكن ده أدى إلى وجود حالة من الغيرة على البلد يعني لو جيت قلت المصري من المصريين والله يا أصل المشروع ده هيحصل له مشكلة أصل مش ععاف مين هيوقف إيه أصل إيه هيعمل إيه؟ هتلاقي المصري من جواه هو اللي غيران على حجم الإنجاز اللي عنده هو اللي غيران على حالة الاستقرار المصريين الشعب العادي مش بتكلم حتى عن الطبقة المثقفة الناس العادية غيرانة على بلدها عندها حالة من الوطنية وبترتجل في التعبير عنها يعني كل واحد بيعبر وفقاً لثقافته وفقاً لنظراته وفقاً لتقديراته وبيعبر بأي شك لكن ترصد أن هناك حالة وطنية مجمعة السبب بمنتهى الصراحة أن مصر تعرضت خلال الخمستاشر يوم اللي فاتت لحملة مرتبة لحملة مرتبة وممنهجة من شوية عيال ملهمش لازمة إلى حكومات دول ووسائل إعلام عالمية يعني لما حضرتك تشوف تسلسل الأحداث وتشوف لما الولد المتخلف اللي تتلع من خمستاشر يوم دول يتكلم تلاقي قنوات الإخوان خادت الموضوع بعدين البي بي سي تشتغل على الموضوع أنا مبارح قاعد ساعة وربع كاملة البي بي سي بتشتغل على الموضوع ده وكأنه خناقة مع انجلترا يعني كأنه احنا متخنقين مع انه في قصة مش عارف مهنية إيه اللي هم بيتكلموا عنها يعني البي بي سي ده المفروض إنها مدرسة في الإعلام لا ساعة وربع كاملين بيتكلموا عن الموضوع ده تشوف طبعا خلص احنا اعتدنا على قنوات معينة على إنها موجودة في اتجاه أنهم يعدون مصر رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا وشرطة وكل حاجة خلص دي خدنا عليه لكن أنا بتكلم على إنه الأنبوبة اللي هم عملين ينفخوا فيها اليومين دول وعملين يتكلموا ويعملوا واقع لآخره مين اللي بيرد الناس المصريين في حاجة اسمها الحس الوطني هو ده اللي موجود دلوقتي عند الشارع المصري ودي حاجة أرجو إنه انتوا تقولوا ربا دورة النافع ليه بقى؟ لأنه اللي حصل ده كشف عن حاجة مهمة جدا جدا إنه الناس فهم مصلحتها فين؟ المصريين ما عادش حد يقدر يضحك عليهم لا اللي عاد يضحك عليهم لا حكومة تضحك عليهم ولا كمان أعداء الوطن يضحكوا عليهم هم عارفين كويس جدا الحقيقة فين؟ هم عارفين الصدق فين؟ هو عيكون فاكر إنه بنقولك مثلا مصر دولة بلا أخطاء أو أن الحكومة المصرية لا تخطئ أو أن رئيس الدولة لا يخطئ أو إنه ترتيب الأولويات كل الناس متفق عليها وارد لا ده حكم دولة مش قرآن لكن الجميل بقى هو الاتفاق على حماية الدولة معركة شعب يعني من يظن أن المعركة هتكون مع جهزة الدولة أو هتكون مع مش عارف جهة إيه أو جهة إيه أبدا المرة دي المعركة مع الناس المرة دي المعركة مع أصحاب البلد اللي خايفين عليها بجد بقلوبه لكن ماشي إزاي برضو المعركة عشان تشوفه وده هيدينا جرع التحصين غير عادية يعني اللي بيحصل ده هيحصن الناس تحصين وبكرة فكر حضراتكم هيحصنهم تحصين غير عادي لجهة أي حاجة بعد كده هم كل يوم يألفونك حاجة كل يوم من أول القتل لحد يعني الاغتيال المعنوي لحد الإشعاعات كل يوم هتلاقي حاجة ومش هتنتهي المعركة دي بس الجميل بقى إيه إنه أصبح هناك حائط صد مناعة قوية عند المصريين ودي يعني بعد ما نعدي كل موجة من هذه الموجات هتلاقوا المناعة دي زادت أكتر طيب مين اللي بيعمل حاجات دي أو الموضوع ده اشتغل إزاي ومش إزاي الوادي التافئ اللي طلع اللي اسم محمد علي النهاردة اليوم السابع عمل انفراد مش هو طلع بقى بيكلمنا عن الأخلاق والأسرة والبتاع وطبعا يعني خلي بالكم يعني الدولة المصرية سيبكم الأشخاص لما تيجي قولك مثلا إيه عالم مصر مرفوع طب خلي بالك إصلا العالم في حتة مقطوعة كما لعدا تدغير العالم ده رمز رمز في البطولات وهو مرفوع لفوق كده ولا تروح تروح أي بلد في مؤتمر ولا بتلاح تلاقي عالم بلدك مرفوع حاجة كده قيمة ورمز عزة المصريين نفس الحكاية رئيس الدولة بمركزه ليه بقى؟ لرئيس الدولة ده اختيارك انت انت اللي جبته انت اللي بتحميه طبعا هو بيحميك في أوقات معينة بيحميك من أخطار الخارج بيحميك من أخطار انت لا تراها بيعمل من أجلك صح؟ لكن انت كمان تحمي شرعيته تحمي اختيارك رئيس الدولة ده يمثلك الاعتداء عليه معنويا هو اعتداء على كل مصر الوقت بقى التافه اللي عمل حاجات دي اليوم السابع النهاردة مطلع لنا حاجة عجيبة عجيبة وانا بحيي كل زميلي في اليوم السابع على هذا الانفراد بص اسي اللي طالع بيتكلم على المسل والأخلاق في ضد حكم محكمة من محكمة جنح العجوزة المنعقدة يوم الخميس 11 أبريل 2019 من خمس شهور قبل الهيسة دي بكتير الحكم ده طالع برئاسة المسشار هشام زين الدين وفي القضية رقم خمس تلاف ربعمية تسعة وتمانين لسنة 2019 جنح العجوزة قال ايه بقى فندم قال ان فيه تنم متهمين في الحكم ده محمد علي وابوه من اللي متهماهم ام محمد علي ينهر بيض يعني انا كان مرفوع عليه قضية امه بتتهمه فيها ان هو مدهاش مراسه مراسها من اخوه ضد الاب وضد الاب ينهر بيض ده اللي بيكلمنا عن الاخلاء ده اللي بيكلمنا عن المسل امتنع عمدا عن تسليم احد الورثة قال وهي هناء شريف عواد امه نصبها الشرعي من ميراث نجلها المتوفق ابراهيم علي علي عبدالخالق على النحو المبين بالاوراق وطلبت المدعية بالحق المدني عقابهما والنيابة العامة بمقتدى نص المدى 49 من القانون 77 السنة 43 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 تداولت القضية بالجلسات امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها والمحكمة تقري بما هو مقررا بنص المدى 49 من القانون رقم 77 لسنة 43 مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدهتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه تمام؟ والمحكمة بقى شرحت الأسباب وقالت لذالت حكمت المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه ده مين اللي بيتهمه؟ أمه يا جماعة يعني حكم حكمة حكم حكمة الجنع بالحبس أمه بتتهمه أنه سرق اللي بيكلمنا عن الفضيلة والشرف والمش عارب إيه أمه بتتهمه أنه سرق ميراس أخوه ده ده كلام دي الناس اللي بقى تتطلع وتتكلم علينا سيبوا الناس دي معركة شعب يا جماعة دي معركة شعب طبيعي أن يطلع عندنا من الأشكال دي كتير وارد إحنا بنحارب وطبيعي أن إحنا نشوف كل يوم ولسه هنشوف تاني يعني دي مش هتبقى الموجة الأخيرة بس إحنا بنوريكوا شكل الناس إيه؟ بنوريكوا اللي بتكلم عن الأسر والفضائل والأخلاق تعالوا بصوا عامل إيه في أمه تعالوا شوفوا انفراد اليوم السابع عامله قضية من شهر إبريل اللي فات الأم فض بيها راحت للمحكمة بتطلب ميراسها المحكمة تأكدت من صحة كلامها وحكمت بالحكم الحب ستة شهور ده الواقع اللي أنتوا بتشوفوه الدور الأساسي بقى واللي لازم يكون واللي أرجو من كل أجهزة الدولة وأنا بقولها على الهوى تسيب الناس هي اللي تتكلم ده رئيس المصريين يا جماعة ده دورنا أنا باحمي الشرعية بتاعتي أنا باحمي الرمز بتاعي أنا دور المصريين دلوقتي المصريين بكاف التواقفهم بارتجالهم بوطنيتهم كل واحد يعبر زي ما هو عاوز كل واحد يقول لجواه ده مش دور أجهزة الدولة دلوقتي أجهزة الدولة لها حرب هي عارفة زي ماشية فيها أجهزة الدولة بتبني تكمل البونا أنا ممكن أموت دلوقتي عشان العجلة تفضل دايرة ناس كتيرة قوي من اللي بيسمعونا دلوقتي ممكن يموتوا بس عجلة الإنتاج تفضل دايرة ما نفرحهمش فينا يفرحوا إمتى لو عجلة الإنتاج دي وقفت مش هتوقف عمرها ما هتوقف لو ميت مليون صحة وقفت أزعل أبكي لو علاج فيروس دي وقف أبكي لو لـ 14 مدينة جدد وقفوا أبكي لو لـ 12 مطاري الجديد وقفوا أبكي لو اللي حصل في الكهرباء دا تهد أبكي لو بنشوف اللي بيحصل في محطة الضبعة ووقف أبكي لكن لا دا رصيد يا أنا اللي عملته دا رصيد عملنا بدم وتعب مش هيوقف أبدا ولا عمره هيوقف الكلام دا احنا بنقوله كمصريين الحالة الوطنية اللي موجودة دلوقتي يا جماعة ما فيهاش مراكز ما فيهاش مين بيشتغل إيه بمكن يكون الكلام دا حتى ما ينفعش كلام مزعين دا كلام دا كلام وطنين كلام ناس وطنيين كلام اللي أنا بعبره دا كل زميل اللي في الستوديو وزميل اللي في الكنترول وزميل اللي بشوفهم في كل حتة كل الناس عندها نفس الحالة حالة وطنية ارتجالية وكانت فرصة رب دارت النافعة شفنا اللي جوانا شفنا الحقيقة شفنا جمال المصريين شفنا قوة المصريين الوعي العام أرجوكم أن تحتفلوا بارتفاع نسبة الوعي العام الوطني المصري انتوا ليه مش مقدرين ايه متى الموضوع دا انت بالتالي اي دولة تانية هتحاول تعمل اشاعة اي حد تاني هيحاول يعمل اي نوع من انواع البلبلة في الشرع المصري الشعب اللي هيقف الجرعة زادت الحصانة كبرت انا يعني واخد الموضوع بنوع من الفرح واخد الموضوع بنوع من التفاخر حاس ان احنا فعلا تعبنا مرحش هضر حاس ان احنا فعلا بننا مصريين وطنيين بجد بننا ناس عارفة تقدر قيمة بلدها بجد دي الحالة اللي موجودة في الشرع دلوقتي معركة المصريين العاديين معركة ارتجالية ما فعش اي نوع من انواع التكلف وخلوا الناس ترد وخلوا الناس هي اللي تقول لكن الكلام اللي هقوله اللي جاي ده على مسؤوليتنا وانا اللي احاسب عليه مبقاش واقف في الصف وبحارب وبتكوي ويطلع ناس كانوا عاملين انه هم جوانا ويصطادوا دلوقتي انت يا معانا يا مش معانا انت يا معانا يا مش معانا الحياد في الوقت اللي زي ده وشغل التعبين ما ينفعش دي بلد وبلدها توقف على رجليها غصب عنك الاخ محمد انور السادات يعني الحياد الواحد انا من ساعة ما قريت الموضوع ده النهار دي الساعة 4 كده تقريبا الاول بعدت قلت اتأكدوا لي ان الراجل ده هو اللي قال الكلام ده هو رئيس حزب التنمية الاصلاح والتنمية الناس دعوا بشخصه يعني بتكلم على فعله طلعت مطلع كلام تعليقا على كلام الرئيس السيسي في المؤتمر طيب يا سيد احنا مش هنسمع لرئيس الدولة هنسمعك انت سمعنا بقى انت بتقول ايه سوء ادارة الموارد وتحديد الاولويات مشكلة كبرى ستظل ما لم تكن هناك مشاركة مجتمعية او نقاش حقيقي لأولوياتنا واحتياجاتنا كل ما طلبه الرئيس من قيم نبيلة للأسف لم نؤسس لها مطلقا كي تتوافر والنتيجة ومؤتمر وانا ميحن الوقت كي نرسخ هذه القيم ونبني العقول فلنقف مع انفسنا ايه عم ايه يا سيدي اديني مصلحتي انا لو لأي الكلام ده فيه اي حتى نقد موضوعي ما كنتش تناولته بهذا الشكل انت طلعت زايد تاني الكلام اللي بقوله ده على مسئوليتي الخاصة انت طلعت زايد في الوقت اللي احنا فيه ده انت طلعت في ايه وطلعت تعمل مواقف في ايه ويا ريتك بتقول كلام عدل انت عايزني اصدقك انت انت دلوقتي في الوقت اللي البلد فيه كده طلعت قول كده انتو مين انتو معنا ولا علينا يا جماعة انا افهم ان ده عدوي خلاص فيش كلام انا عارف اللي في القطر دول اعدائي واللي في تركيا دول اعدائي واللي بيطلعه في البرامج دول اعدائي عايزين ينالوا من رئيس الجمهورية ومن الجيش ومن الدولة ومن كل حد انا فاهم وعارف وبنقابلهم في كل حتة في العالم وبنتشتموا وبنضربهم وبنضربونا وعايشين مع بعض احنا الى مالة نهاية وجاهزين لهذه المعركة بس دول مين ولا انتو عايشين معنا يا جماعة الناس ده عايزة منينا ايه طب انا انا مثلا اتوقع انك تقول لي برنامج الحزب في علاج مشكلة الامية افهم وتنتقد الدولة في حلها المشكلة الامية لك ترح تقول لي انشا دول اخطر بكتير جدا من الناس اللي برا لقد دول جوانا والحياد والتلون وقت المعركة خيانة وخيانة كبيرة يا جماعة ما تسمحش ان حد يحط لك السم في العسل احنا انا انا قاعد بقر الكلام ومستعجب انتا تعيس تقول ايه انتا عايز توصل لايه انتا عايز تنتقن من حاجة في الوقت ده والمصرين عندهم الحالة الوطنية الرائعة دي لا تقييم الامر ده انا سايبه لحضراتكم وانتو لو تحكموا وانتو لو تشوفوا الكلمة امانة ومرة تانية وتالتة وانا قلت الكلام ده هنا تلاتين الف مرة المصريين والناس اللي بشتغل في الاعلام لم يعني يشعروا ولو لحظة انه اه الامانة مش في محلها لا الامانة في محلها اوي الامانة في محلها اوي حتى فيما تعلمون وفيما لا تعلمون الامانة في محلها الراجل اللي مسك البلد ده اه بيعمل حاجات تعرفوها وحاجات ما تعرفوهاش احنا بحكم معرفتنا ببعض الكواليس لا الحساب عسير والحساب لأسماء كبيرة جدا الحساب لأسماء كبيرة جدا وما بيعرفش حد وما عندوش صاحب في حتة الفلوس ما فيش جنيب يعدي من فلوس الدولة يقول اصلا انا تابع السيد ما بيحصلش يا جماعة اشهادوا على الكلام اللي احنا بنقولو ده وحاسبونا عليه بعد كده فيما يتعلق بالنزاهة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام فيما يتعلق بمحاربة الفساد حدس ولا حرج ممكن تختلف بقى في ترتيب أوليات الدولة انت عايز دي وانا عايز دي هو اللي حالف اليمين مش انا هو اللي متحمل المسئولية دوري انا بقى ايه انه اراضتي انا اللي عملت الاراضة دي الشعب المصري اللي عملها في تلاتين ستة في الدستور في رئاسة الجمهورية ده يمثلني انا يمثل كل المصريين المساز بيه مساز بكرامة كل المصريين ده مش هيحصل ومش هيكون وبرضو مرة تانية كل اللي حصل ده امر اعتقد ان احنا لازم نفرح بيه واعتقد ان احنا لازم نبقى سعدة للحالة الوطنية اللي فيها الشارع المصري ومرة تانية وثالثة وربعة لكل اجهزة الدولة اللي بتسمعني دي معركة المصريين اللي وقفين ورا الراجل اللي بيحبوه دي معركة كل واحد في الشارع دي معركة كل ام مصرية دي معركة كل سيدة مصرية دي معركة كل عامل شاف الانجاز بنفسه دي معركة كل واحد بياخد من تكافل وكرامة دي معركة الناس اللي اتعرجت من فيروس سي دي معركة ام بحلها امنت وصدقت ومكملة مهما انكت النتيجة واحنا معاكل حد الاخر ودي مش هتبقى الاخيرة احنا عارفين كده ومش هتبقى العمليات الارهابية الاخيرة ومش هتبقى الاشاعات الاخيرة ومش هتبقى محاولات ضرب الاقتصاد المصري الاخيرة كل دا احنا عارفين وكل دا احنا قمنا من قده عشر تلاف مرة الفتيكرو كويس جدا 2014 علاقات بدول متقطعة ما احناش اعضاء في الاتحاد الافريقي في جرائم ارهابية كل يوم الشارع الدنيا مش مطبوط كل حاجة شفناه النائب العام تم اختياله في عز النهار وزير الداخلية محاولة اختياله شفنا كل حاجة ولدنا على حدودنا الغربية اختيال لعدد من شهدان شفنا كل حاجة كل حاجة شفناه اشعات عن قناة السويس اول ما جاي موضوع قناة السويس اشعات عن الاربعة وستين مليار اللي الرئيس تيسي لسه مرجعينهم بنجاحه وبفوائده بكل حاجة اشعات عن كل شيء عدينا عدينا وبنينا يشوف ارهاب وظروف مادية قاسية واصلاح اقتصادي قاسي ولابد منه ومع ذلك عدينا عدينا وبنفرح وهنفرح احنا مش مش بنفرح بقرار ولا الحالة الوطنية اللي موجودة في الشارع دي جهاز من الاجهزة عمالها ولو حد بيقول كده يبقى غلطان مصرين اكبر بكتير الحالة الوطنية دي لا تغزة الحالة الوطنية دي تبنى الحالة الوطنية دي لا تقرر احنا شايفين الناس في كل حتة في كل مكان ارجوكم اتركوا هذه الحالة الوطنية بارتجالها وبتلقائيتها وتفرجوا شوفوا وبصوا المصريين هيعملوا ايه عشان يحافظوا على بلدهم كل يوم عندنا الشغلانة غير اننا نتكلم عن المكسب الكبير اللي احنا كسبناه في الشارع المصري نتيجة كل هذه الاعتداءات وهو اننا عرفنا ازاي ايه الطريق اللي نحافظ به على بلدنا نهاردة يعني اعتقد انه فيه فيه بعض الامور اللي لازم تراجع ومن اهم هذه الامور اللي لازم تراجع الناس اللي في وصلنا دي الناس اللي تتلون وفق الظروف وارجوكم كل واحد فينا يبص على الجمع اوعى تلوم من ينتقد نقد موضوعي انت محترم جدا ومقدر جدا ومطلوب جدا لكن انتبه تماما لاي شخص جاي في وقت انت محتاج تقف وتصطف وجاي اختارك هذا الصف ودي حاجة مهمة جدا لازم كلنا ننتبه اليها نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معاني احنا معاك يا ريس واسكت واسكت الخونا ولنا في ظهرك ريس ولنا معاك وان شاء الله مصر للأمام احنا معاك السادة الرئيس تسكت الخونة تسكت الخونة بنعود لحضراتكم مرة أخرى النهاردة الرئيس عبدالتاح السيسي اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء سيد طرق عامل محافظة بنك المركزي وزير المالية وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية السفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان الاجتماع تناول مؤتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام 19-20 ووجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومة التعليم والصح والرئيس وجه أيضا بمواصلة بازل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري المتحدث الرئيس باسم رئاسة الجمهورية قال ان محافظ البنك المركزي أثناء الاجتماع قال ان الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وصل 45 مليار دولار ممكن يعني ياريت نرجع بالزمن كده لست سبع سنين فاته النهاردة الاحتياطي النقدي البنك المركزي يعلن عنه 45 مليار دولار ده كلام ما بيحصلش اللاب تعب وتعب كبير وقال انه وزير المالية قال ان المؤشرات المالية أظهرت تحسن كبيرا في أداء الاقتصاد وقال ان معدل نمو ناتج المحل الإجمالي ارتفع ليبلغ 5 و 6 من 10 وبنستهدف تحقيق 6 في المية خلال العام الجاري طبعا تم عرض عدد كبير من السياسات أثناء هذا الاجتماع والاجتماع أيضا عرض الموقف التنفيذي لخصطة الدولة لتنطوير منظومة الدراء 45 مليار دولار هو حجم الاحتياطي النقدي المصري في سبتمبر 2019 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ده رقم لازم توقف عنده البنك المركزي ووزير المالية ما بيقولش تحليلات ما ينفعش يقول نتائج ما ينفعش يقول وجهة نظر ما فيش كلام ده في البيانات اللي بتصدر عنه يقول أرقام حقيقية كنت فين وبقت فين وبستهدف ايه وده اللي حصل النهاردة في العرض أمام السيد رئيس الجمهورية أيضا النهاردة كان فيه لقاء أهام جامع السيد رئيس مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودوريان وده يعني من الناس اللي بتربطهم علاقة طويلة مع الرئيس السيس يعني وقت طويل يعني شفنا بينهم لقاءات عديدة جدا مش بس في مصر وفرنسا ولا أيضا في كثير من المحافل الدولية وزير الخارجية الفرنسي نقل تحيات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر والرئيس المصري بدوره نقل رسالة إلى الرئيس ماكرون شكره فيه على حسن الاستقبال وقرم الضيافة أثناء مشاركة سياتو في مجموعة دول السابع بفرنسا الأمر الهام اللي قاله المتحدث الراسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه تم تبادل الرؤى بين مصر وبين فرنسا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا ليبيا دولة يهتم بها كثير من الدول الأوروبية التي تقع على ساحل بحر المتوسط والجميع يعلم أن عندما تتحدث عن ليبيا لابد أن تتحدث مع مصر يعني أصبح العالم كله يعي الدور المصري السياسي الذي تقوم به في حل القضية الليبية اتفق الجانبان المصري والفرنسي حول أهمية تضافر الجهود المشتركة بين البلدين سعيا لتهدئة الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ده تصريح أعتقد أنه هام جدا صدر من الجانبين المصري والفرنسي كمان فيما يتعلق بالشأن السوري تم التطرق إلى هذه القضية الهامة وأكد السيد الرئيس موقف مصر الدائم وهو الحل السياسي داخل سوريا بشكل يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية واللي هيراجع فيكم مواقفنا من كافة القضايا هيلقي كتالوج واحد وهو استقلال القرار المصري تفصيل القضايا اتباعا يعني أنا حتى وإن كنت أنت حليفي فأنا لا أتبعك في كل ما تراه أنا مصر لها شخصية مستقلة كمان كل ما يتعلق باستقلال الدول العربية والحفاظ على وحدة أراضيها ده أمر مصر يعني تتعامل معه بقاعدة واحدة في كل الدول خلونا نشوف تأرير عن نشاط السيد الرئيس ونرجع مع حضراتكم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون إيفا لودريان وزير خارجية فرنسا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الفرنسي بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن وزير خارجية فرنسا نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعب وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي ومؤكدا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع الجانب الفرنسي وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد أحمد كوجو كنائب وزير المالية للسياسات المالية تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020 حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما كما وجه السيد الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري مشددا سيادته على ضرورة إعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بنعود لحضراتكم مرة تانية من الأخبار اللي أتابعها دقيقة بدقيقة هو الموقف اللي تعرضت لي المملكة العربية السعودية والاعتداءات التي تعرضت لها أراضي المملكة العربية السعودية كل مصري وكل عربي يقف مع المملكة العربية السعودية ويمكن العالم كله لابد أن ينطفد لهذا الاعتداء الغاشم اللي شافته مؤسسة أرامكو واحدة من أكبر المشاريع العالمية يعني لازم كلنا كعرب نتفاخر بهذه الشركة الحقيقة يعني أصبح من العار كل العار على المجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام مثل هذه الاعتداءات خارجية المصرية تلاعد بيان أدانت فيه هذه الاعتداءات واعتقد أنه كل من يعني يعمل في الأراضي السعودية من المصريين الموجودين هناك أو المحبين المملكة العربية السعودية الكثيرين هم بالملايين هنا في مصر يعني جميعهم يقف مع المملكة قلبا واحدا ومشاعرنا واحدة وحضرنا واحد ومستقبالنا واحد وإن شاء الله المملكة العربية السعودية تستطيع بسواعد أبنائها إنها تتغلب على كافة هذه الصعب بلدنا بقى تشوف بقى يعني الشغل ماشي إزاي الحياة الحلوة كل يوم بنشتغل وكل يوم بنطلع حاجة جديدة وكل يوم فيه إنتاج جديد أنا باجي مدينة الإنتاج الإعلامي مثلا من عشر سنين يعني أنا ساكن النحة التانية من مدينة الإنتاج الإعلامي عشر سنين والطريق للمدينة الوصلة من المحور لحد باب المدينة متكسرة لأول مرة لأول مرة تقريبا من ست سبع شهور كده بلقينا إشغالات وبتاعهم مش عارف إيه تعدي من الطريق النهاردة إيه العظمة دي طريق كله ترصف وبقى فيه كبري تطلع تعدي من ناحية دي على الناحية دي الشوارع وسعت فبعدين وأنا معدي الصبح كهو وقفت واحد من اللي بشتغل بقوله يعني خلاص كده قال لي لا لا خلاص إيه ده إنت ريسي تشوف الطريق ده بعمل إزاي بقوله يعني إنت إنت يعني بتتكلم بثقة جامدة وقال لأنا عملت زي الطريق ده 13 طريق قلتوله عملتهم في قد دي قال لأنا بشتغل في شركة كذا وإحنا عندنا مش عارف إيه وبنساعد عشان نعمل قلتله طب ناوي تنجس في الحكاية دي يعني إمتى وبتاع قال لي وقى حقيقة حسيت إن إحنا اشتغلنا إحنا عارفين بنعمل إيه وقال لي شوف جودة الأسفلت اللي إحنا بنعمله والكبري ده لحقته عملته حاجة عظيمة شغل شغل بشوف من بيتك لشغلك بتشوف تطور بتشوف حاجات جديدة هو ده العظمة اللي إحنا لازم نحافظ عليها النهاردة أعلنت وزارة البترول عن إنه تم وضع الخطوط الأولية لحقل غاز بلطيم جنوب غرب هو اسمه كده حقل غاز بلطيم جنوب غرب وده بدأ إنتاجه بحيث إنه هو وده بيقع في منطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلو متر من الساحل وعلى بعد 10 كيلو متر من حقل نورس بدأ معدل الإنتاج الأولي بتاعه بس 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً بصر رقم يا جماعة 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً وده من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطات غاز أبو ماضي البرية عبر خط أنابيب بطول 44 كيلو متر يعني هم عملين له خط أنبوب 44 كيلو متر والكلام ده جيه في التقرير اللي تلقاه وزير البترول والصروة المعدنية عن الموقف التنفيذي لمشروع حقل غازات بلطيم ووفقاً لبيان الوزارة النهاردة الثلاث سيرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً من 100 مليون قدم لـ 500 مليون قدم بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل اللي بيشمل حفر خمس أبار مع حلول الربع الثاني من العام القادم وسوف يتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول وبين شركة إني الإيطالية وفقاً للعقود المتفق عليها مصر الجديد اللي بتشتغل بير بترول بير غاز طالع فيه 100 مليون متر مكعب بيقولك هنوصل السنة اللي جاية لـ 500 مليون متر مكعب ده الشغل ده تعب الناس اللي احنا بنحافظ عليه الأشخاص ماشية محدش قاعد محدش بيقلد في بلد لكن البلد وقفت واتبنت هو ده اللي نموت ومحدش يلمسه هو ده اللي نموت ومحدش يلمسه البلد الكيان الدولة الأرض المكان اللي أولادنا عايشين فيه دي معركة احنا بنخدها عشان يطلع لي من 100 مليون قدم مكعب لـ 500 مليون أنا اللحميه أنا اللحميه عشان يشتغل عشان تفضل أمنة وشغالة والدنيا بتقدم يوم بعد يوم أنا اللحمي مهندس الطرق اللي عمل قدام دينتل إنتاج الإعلامي الطريق الجميل ده أنا اللحمي دور ده مطلوب منه انه يصحى الصبح يشتغل وبس وحمايته دوري أنا حماية ممتلكاتي دي فلوسي وفلوسك اللي هنعالج بها الناس اللي هنحقق بها تنمية اللي هنصلح بها التعليم اللي هنعمل بها حاجة كتير جدا فاتنا زمن بدأنا الدنيا ماشية بتسمع أخبار زي دي تحس ان انت يعني تعبك وتعب المصريين اللي عانوا من حاجات كتير جدا واللي تعبوا في موضوع الإصلاح الاقتصادي تعبهم ما بيروحش هاضر نهارده أيضا كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى عن ارتفاع عدد السكان لتسعة وتسعين وتلاتة من عشرة مليون نسمة ده موضوع كلنا نعاني منه يعني في كل دولة من الدول في حاجة اسمها المشاكل المجتمعية دي مشكلة مجتمعية ثقافة مصرية ان احنا زدنا تلت مليون في تلت شهور دولة صغيرة يعني زدنا دولة يعني أو تلتمئة ألف احنا بيبقى أكتر من عدد دول معينة فده أمر نحتاج للتكاتب فيه برضو يعني في دول كتير عندها مشاكل مجتمعية جماعة وحتى الآن عجزت عن حلها زي مثلا بعض العنصرية في بعض دول أوروبا عنصرية شديدة زي إطلاق النار العشوائي في أمريكا في مدارس مواطنين عاديين بيطلق النار بشكل عشوائي وينتج عنها قتلة مشكلة مش عايفين يحلوها وتحدث ومازالت تحدث ومستمر احنا عندنا كنبيلة موقوطة اسمها الانفجار السكاني تلتمائة ألف في تلت شهور ده أمر يحتاج ليه يعني نسبة وعي عالية جدا فيما تعلق ب قضية تحديد النسل نهارده عندنا حلقة هامة جدا و كان مخطط النهارده ان احنا نعمل موضوع مختلف على الموضوع ده لكن النهارده انا وزميل اللي صممنا ان احنا تقريبا نتصعر بقى كده نغير الاستراتيجية اللي احنا شغالين عليها عشان نبتدي نشوف الوضع اللي شغال حوالينا ده ايه الناس دي عايزة ايه الناس دي بتفكر في ايه الناس دي عندنا ناس هنا قرياها وكشفاها عندنا ناس شايفاهم من زمان هتلاقي لبرالي ناصري يساري اخواني ارهابي بعض يعني بعض وبعض وبعض يعني لان وعمم في بعض الطيرات انت النهارده جاية تعمل ايه انت عايز توديني فين لا تب السوشيال ميديا اللي موجودة دي هل خاطب كل الناس هل السوشيال ميديا هي تعبير عن ارادة كاتبها ولا يمكن خلق كينات كاذبة تخلق حالة وهل كينات الكاذبة دي يمكن رصدها واثر كل ده على الامن والسلام في اي مجتمع مش بس المجتمع المصري ده هيكون محور نقاشي مع ديوفي بعد فاصل قصير في الحال اليوم خليكم معنا برعاية رئيس الجمهورية واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد لتوفير مسلزمات المدارس باسعار مخفضة عبر 276 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية وكذلك منافذ امان التابعة للوزارة والمنتشر بكافة المحافظات المستلزمات المدرسية تتسم بجودة عالية وتصل نسبة التخفيضات فيها الى اكثر من 30% وهو ما ادى الى اقبال كبير من المواطنين على هذه المنافذ لشراء احتياجات ابنائهم المدرسية وتهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد اضافة الى اتاحة الفرصة لشراء احتياجاتهم المدرسية من مكان واحد داخل محطة مصر وعلى مداخل ومخارج المحطة تنتشر الخدمات الامنية التابعة للادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتأمين الركاب القادمين والمتجهين من وإلى المحافظات المختلفة بوابات الكترونية عليها خدمات امنية لتفتيش حقائب الركاب وعمليات تمشيط مستمرة على مدار الساعة باستخدام الكلاب البولوسية على ارصفة المحطة وداخل الكتارات التي انتشر فيها رجال البحث لضبط اي خروج على القانون من باع جائلين الى بيع تذاكر بالسوق السوداء وصولا لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لضوابط رقوب القطارات معارضين حياتهم للخطر وغير بعيد عن محطة سكك حديد مصر كثفت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من وجودها داخل محطات متر الأنفاق والتي تم تزويد مداخلها ومخارجها المختلفة بالبوابات الالكترونية كما كثفت من خدماتها الامنية على الارصفة بطول الخطوط المختلفة للتصدي للمظاهر السلبية ومع دخول عام دراسي جديد يقبل المواطنون على استخدام متر الأنفاق بكسافة لاختصاره الوقت والمسافات لذا أعدت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خطة متكاملة لتأمين هذا المرفق الحيوي تعتمد على تكثيف خدماتها الامنية ومواصلتها الحملات الانضباطية المكبرة بجميع المحطات ومحيطها لتصدي لكل صور الخروج على القانون والمظاهر السلبية وبما يحقق الطمأنين لدى المواطنين واصلت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها لضبط مخالفات مسلزمات الانتاج الزراعي والداجيني والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بهدف حماية صحة المواطنين ونجحت خلال 24 ساعة بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية في ضبط مصنعين وسلاح شركات لتصنيع المواد الغذائية بداخلها نحو 236 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنسوب انتاجها لشركات وهمية كما استطاعت ضبط مصنع لانتاج وتصنيع الأواني المعدنية بداخله 22500 قطعة معدنية لآواني الطهي المغشوشة والمقلدة ومصنعة من معدن مجهول المصدر ومنسوب انتاجها لشركات وهمية بنعود لحضراتكم مرة أخرى 100 مليون مصري يطرى كم واحد منهم بيهتم بالسوشيال ميديا يطرى كم واحد منهم عنده فيسبوك وتويتر طيب لو قلنا انه اتنين تلاتة خمسة مليون واحد بيتكلموا مع بعض على السوشيال ميديا أثر ده على المجتمع ايه؟ هل السوشيال ميديا هي حسابات تعبر عن إرادة فرض؟ ولا يمكن التدخل لخلق حالة من دولة من جماعة؟ هل يمكن خلق حسابات زائفة لإحداث أي نوع من أنواع الفوضى وفي أي مجتمع مش شرط المجتمع المصري وأثر ده بقى على الأمن القومي في أي بلد أثر ده على السلام الاجتماعي لأي مجتمع ونتكلمش بس عن الإرهاب والخلافات السياسية والجرائم السياسية نتكلم حتى عن الإشاعة فيه تلوث في المية فيه مش عايف حصلت حريقة فين مش عايف ايه؟ مين يدق في هذه الأخبار؟ ومين يبقى مسؤول عنها؟ كل ده هيكون محور نقاشي النهاردة مع ديوفي اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة عادل عبد منعم خمير أمن المعلومات أهلا وسهلا من حضرتك الأستاذ أحمد عطى الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط أهلا وسهلا من حضرتك الأستاذ رشاد أحمد المتخصص في مجال السوشيال ميديا أهلا وسهلا من حضرتك أستاذ مينة فاي المتخصص في شؤون السوشيال ميديا أهلا وسهلا من حضرتك أهلا بك ملا هتكلم الأول مع حضرتكم بشكل تيكنيكل السوشيال ميديا في مصر تقريبا كم واحد بيتعامل معاه؟ احنا نقدر نبدأ مثلا من الفيسبوك مثلا فيه أكتر من 40 مليون حساب مصري موجودين على الفيسبوك تويتر مجتمع مصغر أكتر بكتير قوي يقولون أنه هو أصعب أو العملية فيه مش منتشر قوي في مصر بدأت تنتشر في آخر سنة بس موجمع المصريين على تويتر مثلا ما عندوش حوالي مليون مستخدم فإحنا مثلا بنتكلم في حوالي من 40 إلى 45 مليون مستخدم من مصر على الإنترنت تماما طب رقم تاعك ده بديه انتباع معين أنه بالمنطق كده أن ال40 مليون دول أكيد مش حي لأن لو مصر 100 مليون ما فيش 40 مليون شخص بالغ عاقل يقدر يدخل ويجيد التعامل مع التكنولوجيا مزبوط فبالتالي من أين حصلنا على 40 مليون؟ الحسابات المزيفة كتيرة جدا الفيسبوك سواء بقى ناس بتستخدمها أنها مثلا تنشر أخبار فيك أو بتبقى مثلا تقدر تقول أنها العملية كلها ماشية بحيث أن حد يكريت حساب بينشر فكرة هو مش قادر ينشرها على حسابه وحد مثلا بيعمل أكاونت يعبر فهم فكرة هو مش قادر يعبر وسط المجتمع اللي هو موجود فيه أو وسط الناس اللي هو يعرفها بس فظهر العدد ده طيب أستاذ مينا في أي دولة مش بس في مصر يعني يعني هفترض أنه في بلاد تعاني من العنصرية وفرق بتتناحر وده شوفنا في عدد كبير جدا من دول أوروبية وقرر فريق من الفرق أنه هو يحشد على السوشيل ميديا إزاي نقدر نواجه الظاهراني؟ هو بس فيه النقطة الأول نعلق عليها الموضوع دول أوروبية الدول الأوروبية عندها حتة وعي فيه حتة الوعي موجودة اللي هو مش هيتجه إلى اتجاه معين عن طريق السوشيل ميديا هم مش مهتمين زينا كمصريين أو كعرب بالسوشيل ميديا زي الدرجة ديت يعني هتلاقي قليلين قوي لنسبتهم متفاعلين على السوشيل ميديا زي مصر كده مثلا بل 12 ساعة أولاين هناك فيه وعي ده اللي احنا محتاجينه فعلا في مصر إنه بقى فيه عندنا وعي لما نلاقي حاجة فيك نيوز أو حاجة موجهة ما نتوجهش ليها أو ما يبقى منقاضين لإليها فالموضوع دوت نحن نفرعه عن طريق الأكاونتات الفيك أو زوال الإلكترونية زينا نزمي يقال الزوال الإلكترونية عندنا في مصر رقم كبير جدا 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 يعني مئات الألاف ممكن يكون ملايين فيسبوك أكتر طبعا من تويتر من تويتر النغبة شوية كان الأول نغبة دلوقتي بقى فيه عاك كتير في تويتر الحقيقة الفيسبوك دلوقتي فيه كممتات أكاونتات فيك مش عايزة أقول في مصر ممكن تتعدى النص يعني ممكن مثلا عندنا مثلا خمسين مليون مثلا نيوزر للفيسبوك في مصر ممكن فيه رقم كبير جدا ممكن أقلن من نص بشوية ممكن مثلا ممكن عشر مليون أكاونت أو عشر مليون أكاونت أكاونتات فيك أكاونتات فيك دي ممكن بقى فيها يتعامل كل يوم أكاونتات أكاونتات بتتقفل أكاونتات الفيسبوك نفسه بيقفلها أكاونتات بيجي عليها الريبورتات لما بتنشر أكذيب أو أخبار زي كده في تعملها الريبورتات فبتتقفل الفيسبوك نفسه بيحاول يقتل الأكاونتات الفيك بس الدور علينا أنه نعمل عليها الريبورت بفهم لك أنا بتكلم دلوقتي على حيزة أوصل لرقم حقيقي أنه كام واحد شخص طبيعي يعبن عن رأيه في مصر يملك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الناس اللي بتكلم بعضها دي قد إيه تقريبا ما هيبقى رقم تقريبي مش هيبقى رقم إحصائي خالص يعني أنت مش تعرف أنك إنت ممكن مثلا هتقيس حاجة زي كده مثلا بعد التليفونات مثلا المتباعة أن معظم اليوزر في مصر تليفونات آيفون أو تليفونات أندرويد حاجة زي كده فأنت ممكن تجمع عن طريق الوسط دوت أنت مصر تدوت ومستوسط الشراكة الإنترنت فأنت حسابت حاجة زي كده ممكن تطلع على الرقم فعلا ممكن تطلع على الرقم حقيقي وطبعا مش كل اللي مشترك في النيت عنده أكاونت على الفيس مش شارطة خالص بس 9500 طبعا اللي عنده نت عنده عنده فيسبوك طيب أنا أي أكاونت موجودة على الفيسبوك أقدر أعرف اتكريات ازاي اتعامل ازاي تعرف ممكن تعرف زي كان فيك ولا لا دي سهل جدا الفيسبوك نفسه دلوقتي بذات لو بيجيس البيجيس دلوقتي سهل جدا تتفضح إنه بقى عندك الهيستوري بتاع البيج دي من ضمن الشفافية اللي بتحول الفيسبوك لتطبقها إنه بقى مظهر لك في الفيسبوك في الهيستوري بتاع الصفحة الصفحة تعاملت إمتى؟ تاريخها إمتى؟ الأدمن دول منين؟ مصر، تركيا، قطر فتبقى عارف إن الفكر الصفحة ده تماشي مع بلدك ولا لا يعني واحد مثلا صفحة مثلا تكام عن مصر والأدمن بتاعها مش في مصر فعلمت استفهام هتلاقي مثلا الأكاونتات الفيك هتلاقي الأكاونت فيه صورة مش صورة شخصة حقيقية غالبا أو صورة شخصة حقيقية بس الكل منتخذة من الأكاونت جوجل مدينا خاصية إنه إحنا بدينا من سيرش على الصور بتاخد أي صورة خطة مثلا نصوص خالد مش عارف مين نصوص خالد هحطها على جوجل وعمل عليها سيرش هتلاعلي صورة الشخص الحقيقي فانتعرفت من كده صورة الشخص الضوات مش حقيقية وعلى تلاقي غالبا أن البوستات بتاعته لايكات فيها أربع حمس لايكات منتخذة كوبية بيست المعظمات في تجاه معين طيب في شركات دلوقتي أنت تقدر تروح لها تقول لك والله لو أنت بيتابعك خمسة أنا هخليهم خمسين ألف مزبوط الكلام ده موجود خمسة مليون كمان خمسة مليون كمان تمام والخمسة مليون دول لو حبيت أخليهم لك حقيين هخليهم لك حقيين خمسة مليون شخص حقيقي لا هو بيقول كده لا وبيبيع لك الفكرة كده وإنت لما تدخل على بروفايل الشخص اللي بيشير لك من الخمسة مليون تدفعت تمنهم تلاقيه منطقي هتلاقيه ماشي بتسلسل طبيعي هو عمله من فترة فقاعد ماشي معاه الكلام ده بيتباع في أي حتة في العالم هو مش بيتباع في أي حتة في العالم هو دقة طبعا موجود ورلد ويد بس منتشر أكتر فين منتشر أكتر في مصر تمام بحيث مثلا الناس واحد مثلا حاول بينشر فكرة أو خبر أو أي أن كان اللي هو عايز ينشر مثلا فهو ما عندوش فولورز أو ما عندوش حد يهتم بي أو مثلا بما أنه عندو حاجة انتشرت بس لو أنا دخلت عنده فأنا مثلا هخش على الول بتاعه لا أنا ما عندوش أصلا هستري موجود حاجة تشجعي أن أنا صدقه فهو ما بيلجاء الطريقة دي مثلا هزويد مثلا مئة ألف فولورز عندي أو مئتين أو 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 يعني أنا ينفع أقول لك والله هتدي لك ألف دلار تجيب لي فولورز زيادة؟ أو بس دور بيكون حاجة سماس بام يعني أنت مثلا أنت وقت تريد مثلا نفسك عامل فولور حد أنت أمترش فولور حد أنت أصلا ما تعرفوش تمام؟ في نفس الوقت هو ما بيزهرش على الول عندك لأن مثلا الميكانيز من بتاع الفيسبوك أنت لازم تكون أكتف جوا بيتش أو جوا بروفايل معين بحيث أنه يجي يظهر عندك أنت تاني لما فيسبوك أو تويتر بيكتشف الحكاية دي بيعمل إيه؟ ده على طول بيتقف الأكاونت يعني حتى الفيسبوك و تويتر ماشيين بحطة بتاعت التأكيد الهوية دايما دلوقتي أغلب الأكاونت مثلا ما بقاش مثلا زي من سنتين أو تلاتة أن أنت تقدر تعمل ثلاثة أربع أكاونتات خاصة بيك حتى فرضا دلوقتي لو أكاونت مثلا يتكشف أنه هو بينشر فكرة أو بيبص أو عنصرية كراهية أيا كان تمام؟ فالأكاونت دا بيتقفل حتى لو أنت عايز تخش تاني على الفيسبوك أو يكريات أكاونت جديد بيقف عن طريق يأم مثلا الإسم أو الصورة الفيسبوك بيقولك أكد لهويتك يعني أنت تقولي لو واحد بينشر الأكاذيب يعني إدارة فيسبوك هي التي تحكم إذا ما كان هذا الكلام أكاذيب ولا لا؟ مش حرفيا لأن لازم يعني مثلا أنت بتكلم بشكل طبيعي يعني مثلا لو بنتكلم على مصر مثلا لو قلنا مثلا إحسائيا زي مؤسس من مثلا عشرين مليون أكاونت طيب فأنت بتكلم في مصر بس فأنت لو عايز تحكم على العالم كله فما فيش إدارة أصلا في العالم كله تقدر تحكم طيب أنت نقول على الحساب ده نقلق فتنة أو يجب غلقه لأنه الأراء اللي بيبثاها أراء تحرض على الإراهة بمثلا لما بتلاقي أول حاجة بتلاقي كله في اتجاه واحد يعني أخبارها كلها في اتجاه واحد اللي هو زي ما بنقول بالعربي كده الدنيا كلها سودة عنده يعني من غير الريبورت أو الشكوى اللي أستاذ ميناء قال عليها الفيسبوك نفسه لن يتحرك صعب لأن الفيسبوك مش هيقدر يعمل ريفيو على كل الأكاونت دي وبالتالي لازم دور الناس إنها تشتكي صح؟ اللي بعمل ريفيو دوت شخص زينا بالضبط حد الفيسبوك شغال معاه بيقوله هتعمل ريفيوهات وهتبصي على حاجات ديته وكذا 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 مثلا أستاذ مثلا عمل مثلا ريبورت مثلا على الأكاونت الفلاني هيخش هيشوف الريبورت اللي هو أقدمهول دوت بيقول مثلا هو مثلا بابلشينج مثلا فيك نيوز هيخش هيشوف الول بتاعته هيشوف فيه فيك نيوز فيه أخبار كذبة طب فيه هالريبورتات تانية مثلا جاية على نفس الشخص اللي هو عامل عليه الريبورت فالموضوع محجوم برضو أعداد فهو ممكن حد مثلا نامل فيه ريبورت مثلا يكون صبحا كبيرة جدا صعبة تتقفل اللي لو فيه ريبورتات كتير اللي لو الشكوى كتير اللي لو الشكوى أو الريبورتات ديت كتيرة تمام ان هي هتعادل حجم اللايكات وحجم التفاعل اللي عنده فالفيسبوك هتأكد ان الأكاونت ده فيه مشكلة ومش هيفيله على فكرة بالمناسبة في أول مرة هيبعت له وحيعمل له ممكن يعمل له يشيل له البوست نفسه اللي فيه مشكلة مع التكرار ممكن يقفل له الأكاونت أو يقفل له البيج تمام زمان كانت الحروب ميدانية يعني جيش بيحارب جيش فثبت ان الحروب دي تكلفتها عالية جدا وشفنا تطور في الأسلحة لحد الدرون بالوقت هو اللي بيتحرك من غير ما أي نفس بشرية تتقصر لكن فيه حروب مجتمعية فيه حروب نفسية فيه حرب الإشاعة إزاي الوسائل التواصل الاجتماعي بتكون سبب وسلاح في مثل هذه الحروب الدكتور يا شفا انت هو فيه يعني نقطتين أو ثلاثة مهمين جدا في الإجابة على سؤال حضرتك النقطة الأولى فكرة أن انت تبس فتنة أو أنك تطلع أخبار كذبة أو روح كراهية أو إلى آخره تمام فيبتدي الناس يعني إيه زي ما قلوك ده باللفز الدرج يعني تتفاعل بشكل سلبي مع الأخبار ديت وبالتبعية يعني ممكن ما يش فيه مشكلة حقيقية لكن انت توصل الناس لحالة من الغضب نتيجة الأخبار الزائفة دي وبعدين لما يجي أوقع ما بين ممكن الموضوع ده من الحاجات اللي أحب أتكلم فيها فكرة هدم القدوة أنا النهاردة أتصور أن ما عندناش اتفاق على قدوة دينية معينة نيجي أنه لو هو واحد فتى فتوى يبقى ده يا إما ده مفتي تابع الدولة يا إما الراجل ده منتفع يا إما أننا أخرجك تكرهه إزاي أو ما طلع لك ليه فيديو حد استصاره بشكل ما فالرجل مفاعل فما نتعودناش في ثقافتنا وتربيتنا أن راجل الدين ده ممكن يزعى ويتخانق ده من شايفينه أنه هو مثال محترم سواء في دين إسلامي أو مسيحي وكذا فإن أنا أكرهك في كل الرموز الدينية وكل الرموز السياسية وقيادات الدولة وكذا 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 بنتبقى حصل عندك أنت نوع إيه من فقدان المصدقية وفقدان الثقة وإلى خيره ده ده جزء فيه جزء تاني فكرة أن الفيسبوك بألياته الحالية أو أليات التواصل الاجتماعي أنا بشوف أنه بيعمل نوع من التحذب أو نوع من التغليف بمعنى لو أنا ليه اتجاه معين أنا مثلا أهلاوي فدايما بعمل لايك على الأخبار اللي تتعلق به النادي الأهلي أو أنا زم الكاوي أعملش في الكورة بمناسبة اللي حيحصل إيه حتلاقي اللي أنت اخترته في سبوك عرفه وابتدى فقط يغزيك بالاتجاه اللي أنت عايزه فمجرد أنك تتفرج ولو من باب الفضول على فيديو اتنين تلاتة من فيديوهات القرهية والعنف وما إلى ذلك أو الإشاعات أو ما إلى ذلك إذن هو فيه من دماغك كده هتلاقي أن التايم لايم بتاعك أنا أسأل في التعبير اتردم أخبار من هذه النوعية تمام؟ على فكرة فيه مشكلة تانية الفيسبوك ويمكن الشباب هتطفقوا معي في الكلام ده من كم سنة ابتدى يدخل في حرب كبرى بين وبين يوتيوب المملوكة الجوجل عشان يخلي حضرتك قاعد على الفيسبوك 24 ساعة فتلاقي فيديو يقوم لا يلحق بيه فورا لأوتو بلاي يلحق بيه ثاني فيديو ثاني يلحق بيه ثاني فيديو ثالث فأنت كنت داخل بتسمع واحد بيتكلم في نكتة مضحكة أم شدك مش العنوان بتاع النكتة دي أنت بتصخر مثلا من فلان شخص ما أو موضوع معين الفيديو اللي بعده مرتبط بيه اللي بعده مرتبط بيه تلاقي نفسك أنت كنت داخل تتفرج على موضوع مضحك هم تقاعد أربعين دية هو تباوز تفادي فيسبوك من الموضوع ده إعلانات تمام يعني اللي عايزة هم شاوز تطلع الأودينس بره هو يقول ما يطلاش هو لو يطول يصحيك 24 ساعة طيب وتقاعد قاعد حضرتك الموضوع بيبدأ إزاي ويتواصل بعد كده إزاي طيب الفيسبوك أو التويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي إحنا عارفين أهلنا والناسنا اللي في مصر وعارفين شكلهم إيه الشرائح شكلها إيه الغالبية العظمى مننا ناس طيبين وبسطاء والأخير إزاي الصراعات القائمة على السوشيال ميديا دي تأثر في الناس دي هل هناك دائرة اتصال؟ أه طبعا يعني أشكرك شؤال ممتاز جداً أتصور من وجهة نظري آه جداً فيه دائرة اتصال فيه فرق أنك تخاطب ناس بنص أو ببيان مكتوب أو أنك تعمل فيديو أو أنك تعمل صورة تمام؟ حضرتك طبعاً كإعلامي عارف أن إيه دا منقول إيه الصورة أفضل من ألف كلمة طب والفيديو أه طب أنا النهاردة ممكن أكون لأ وجيد القراءة والكتابة بالصبع عارف أشوف الفيديو وأفهمه فأنت هاتلي فيديو بتاع واحد اتعرض للضرب هاتلي فيديو بتاع واحد واقف في طبور عشان يحصل على سلع غزائية بقى له ثلاث ساعات ولا مش عالي وهكذا هات ناس بتتكلم يبقى المشكلة النهاردة في طبيعة المحتوى دا عنوان هام جداً فكرة إدارة المحتوى النهاردة بقى مين المحتوى زمان كان المحتوى الإعلام بيبس له المشاهد النهاردة المشاهد هو من يسمع المحتوى ومن أني أنا معرفش إيه هو المشاهد مين مصدره وإيه هدفه وإيه نيته وهو قاعد فين في أرض الله أنا ممكن جداً أعمل حسابة سميه محمد عبد الحميد ومحمد محمد ده قاعد في أمريكا بينما هو قاعد مثلاً في مبابة في مصر وبيتكلم ويعمل كل حاجة وأنت تعالش هو فين ومن هنا بيتعظم الخطر فكرة المصدر المعلومة وطبيعة المحتوى تمام أستاذ أحمد أنا يعني هنقل معاك ده شكل النظري وده شكل اللي ممكن ينطبق على أي مجتمع في الدول لكن أنا هدخل على الحالة المصرية وهدخل على الحالة السياسية المصرية أراهنة وإنت يعني أعتقد أني ليك باع كبير في هذا الأمر إحنا منذ أن قامت 36 وجميعنا الصغير والكبير يعرف أن إحنا دخلين على معركة كبيرة كل الأسلحة فيها بتقوم الدليل على كده أن إحنا أفسدنا مشروعاً كبيراً جداً لإصابة كبيرة جداً تقف وراءها دول يبقى أنا بحارب ناس أبط عليهم موجودين في السجن بحارب أتباعهم اللي غزون بالفكر جوه مصر بحارب أتباعهم اللي غزون بالفلوس بره مصر بحارب أجهزة الدول اللي بتقف وتدعم هؤلاء اللي كان لهم أطمع في مصر فتعددت سبل الحرب قاتلوا لنا النائب العام وقاتلوا لأولادنا هنا وبدأت عملية الاغتيال المعنوي فكر الجماعات دي وفكر التنظيمات دي إزاي بيعتمد على تبني هذه السياسة الاغتيال المعنوي طيب خلينا عشان يتابع معنا المواطن المصر والعربي وحتى لا نتهم بالمزايدة أو استهداف جماعة بعينها بنوجه لها مجموعة من الاتهمات الغير صحيحة عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل وإيه اللي بيحصل دلوقتي بعد صورة تلاتين ستة انتقل مشروع جماعة الإخوان مركزيته من مصر المركزية اللي أنا أقصد بيها مكتب الإخوان اتنقل من القاهرة إلى إسطنبول وتم تكوين مجلس شورى الإخوان العالمي برئاسة حاليا همام علي وصف وهو يسمعني الآن ومحمد حكمة وليد مراقب الإخوان في سوريا ومحمود حسين ومتحة الحداد الجماعة مشروع عالمي لها مكاتب تعرف بالمكاتب العربية وعلمية الجماعة علمية الجماعة اللي هو التنظيم الدولي اللي هو مقره بدأ في اللوزان في سويسرا ثم مكتب كوروكلود في لندن وياقص هذا التنظيم الملياردير إبراهيم مونير عمين عام التنظيم الدولي في أوروبا يبقى مصر الآن في مواجهة ليست جماعة كما كان في تسعيات القرن الماضي فمش متشاب بالنسبة لأي جهاز أمي وموجود في فرنسا وموجود في أسبانيا وموجود في إنجلترا وموجود في الأردن وموجود في كذا دولة تماما هذه العناصر بيتم التواصل معها من خلال غرفة عمليات وبالتالي ممكن العلاقة اللي تربطهم مش تبقى علاقة فكري علاقة نصلحة لا علاقة تمويل تمويل حالة من المعارضة الصناعية خارج مصر من خلال هذه العملية أطلق عليها يعني حاليت بتقولي عشان المواطن اللي بسمعنا دلوقتي ممكن يكون فيه عشرين شخص في فرنسا لا يفقه عن الدين شيء ولا ليهم دعوة بالإخوان ولا ليهم دعوة بالسياسة ولا أي شيء لكن بيقوله والله يخد التويتة دي أنشرها أو الفيديو ده أنشره وأنا هتدي لك عشر يورو هل ده بيحصل؟ لا ما 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 الأول الاختار ما بيتمش بشكل عشوائي هو بيختار عنصر حتى لا تتهموا بأنها عنصر منظم إخواني عنصر ارتجالي عنصر ارتجالي هو بيبعد عن أنه هو طول الوقت مستهدف بأنه فلان لأنه طبعا كافة العناصر الهاربة من مصر معروفة ومدرجة بالإسم سواء كانت في تركيا سواء كانت في انجلترا أو سواء كانت في أوروبا بإنت عندك مشكلة كبيرة هو بيختار بشكل عشوائي ناس عادية يعني يعني مش عارف أقولي لك أن تتخيل أكبر دولة وأهم دولة في أوروبا فيها أكبر نسبة إخوان تنظيم إخوان ومعظمهم إخوان تركيا وسوريا ألمانيا في ميونيخ في زكسونيا كل هذه المدن بيسيطر عليها رؤوس الأموال تمام خدنا بقى الأزرع دي اللي هي لا هو حط بلان بر مصر بعد رحيل محمد مرسي وأعلن فقه الجهد المسلح إيه معنى فقه الجهد المسلح وإيه معنى التغريدات اللي من برة كما أطلق عليها تغريدة البجعة أو تغريدة الموت هو أعلن انتهاء استهداف المواطن البسيط مش الجيش ولا الشرطة الجيش والشرطة دي قصة تانية خالص مش قصة مسلح لا هو عزم المجتمع عزم المجتمع المواطن البسيط لازم يشككه في كل حاجة في كل المرحلة دي كلها فيطلع بمجموعة تم اعتماد أكثر من خنسمية عنصر هيتم ظهورهم بشكل تدريجي حتى خمسة وعشرين ناري عشرين عشرين وتم وضع ميزانية مفتوحة هذه الميزانية تم تمولها من خلال مكتب التنظيم الدولي في لندن أشرف على هيكان فيدل عايزين نعمل ايه في النهاردة عايزين نقول للناس وبطوع السوشيال ميديا قاعدين معنا ازاي الفكرة دي اللي واضح ان الموضوع ليه خلفيات رجل ده أصله قضى حياته كلها في الحدوطة دي ليه خلفيات كبيرة جدا تحقق خطة معينة استراتيجية كبيرة جدا هتطلع ازاي على السوشيال ميديا يعني هيترجمها ازاي هننزل للمايكرو شوية هيترجمها ازاي على فيسبوك وهيترجمها ازاي على إيستجرام وازاي احنا كلنا نقول للمجتمع نعمل ازاي حائط صد تجاه كل هذه الاشاعات او تجاه كل هذه الخطط هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضرتك وعايزكم كمان تقولوا المواطن البسيط اللي بيسمعني بذات الناس من سن 18 سنة لحاجة و 20 سنة طيب لما اعمل ريتويت او اعمل شير او ازاي الحاجة دي ازاي انتبه ليها وازاي ان انا بشكل او باخر اقدر اكون سبب في حماية المجتمع كله لو عملت ايه في ان اوقف مثل هذه الاشاعات واضح ان الحرب طويلة ومستمرة بقولك لحد 25 يناير 2020 ميزانيات رصدت حروب مكلفة دلوقتي وبترول واسلح حوالي اخيره تعمل ايه تهجم على المجتمع تشكك تشكك في كل حاجة دول بايزين دول فازدين دول بيسرقوك دول بيعملوك وفي نهاية كل الحكاية حرب كبيرة جدا متنظمة ليه عشان يرجعوا تاني عشان ياخدوا مصر تاني ده اللي احنا منتبهين ليه ومشيين معاهم فيه خطوة بخطوة بعد الفاصل اكمل مع ضيوفي زي ما كنت بقول لحضراتكم في اول حلقة ده انتبقى على ضيوفي اللي موجودين الحلقة المصرية الراهنة اللي بقى لها 10-15 يوم ما غابتش عن عقل اي واحد من ضيوفي اللي موجودين كل واحد فيهم بغض نظر عن انه في التلفزيون او بغض نظر عن انه بيمثل فكر معاين او بيشتغل شغلانة معاينة هو عنده حالة وطنية عايز يعبر عنها عايز بتاع سوشيال ميديا عايز يقول ازاي يحمل مجتمع بتاع الجماعات الفكر وكله الضاف الموضوع ده عايز يقول حصنك منه اصحاب البحث العلمي نفس الحكاية في نوع من وصحولي لو انا غلطان حالة وطنية ارتجالية في الشرع المصري صحية الخمسوشيال يوم اللي فاتوا واللي صحاها وبمنتهى الصراحة حالة حدثت على السوشيال ميديا احنا شفناها والحالة دي طلعت تتكلم عن مصر وعن رئيسها وعنه وعنه وفتحت الدنيا وقالت كلام وقال اخره ما بتشوفوش معايا انه الشعب تحصن شوية يعني بتشوفوش معايا انه نسبة الوعي لو كانت واحد بقيت 3-18 مثلا يعني الوعي محتاجين نزوده اكتر بس في وعي موجود يعني بعد الفيديوات بتاعت الشخص اللي بنتكلم عليه بعد ما طلعت كان فيه اتجاه معاكس تماما الناس كان بيطلع الكلام دوت وبيتكذبه يعني فيه صديق دي اسم الوعي الخطيب بيعمل فيديوهات بنفس النظام دوت بس حاجة كده الدراسة يعني بيدرس النقطة وبيتكلم عليها طلع الكلام وفند معظمه دوت اللي احنا هزينا نهتم بيه سؤال بقى بغد نزع على الاسماء صديقك او صديقي وانا عندي كمان اصدقاء عملوا كده اكتل حضراتك مقول له محدش قال لهم اعملوا كده هو ده اللي انا وقف عنده انه فيه حالة ارتجال يعني انا لو جيت قلتلك بكرة الصبح الساعة ستة قابلني رايحين اصوان عشان نأول حالة الوطنية بتاعة نصر اللي موجود هتيجي معايا ومش هتسأل بمقابل ايه ولا سواء هتسيب شغلك وبيتك وهتيجي وانت مقتنع الكلام ده انتوا رصدتوه زي ولا انا يعني شايفها بصورة وردية اكتر انه فيه حالة من الاستفاف الوطني كده حماية لمشروع الناس شغالة عليه دكتور هو حترك ممكن يعني فيه ثلاث حالات لو تسمحي ده طبعا مشاهداتي على مستوى الشخصي كمستخدم الحالات اللي حترك نتكلم عليها موجودة وتتمثل في ان بعض الناس غير صورة الفيس بوك بروفايل بتاعه على سبيل المثال بعض الناس انت ده يطلع بهاشتاج كامل ياسيسي احنا معاك ياسيسي اه يعني عكس الهاشتاج الاخرى ده موضوع الموضوع التاني فيه فئة متخلصة بساقف هنا بقى فضل الراجل اللي غير البروفايل بتاعه ده ده راجل عادي طبعا يعني محدش رحله والنابي لما تغيره هتترقى مثلا ده حقيقة السؤال بقى ده وعي ولا مش وعي ما طبعا ده خلينا نقوله هو تصرف شخصي هو ناتج من دخله هو عايز يعمل كده او شايف ان هو دوره انه يجابه الفيض المعلوماتي الغير مقنن اللي حاصل حاليا ده على الفيسبوك فهو اعمل كده فيه فئة تانية من وجهة نظري الفئة اللي خايفة ان الناس المضللة او الناس المتسرعة او حتى المقتنعة بس هي مش حاسب حسابتها تقول لهم خلي بالكو احنا مش فيه حمل اي تصدمات اخرى البلد ما صدقنا البلد بتقوم يعني انا شايف ان فيه فريق كده تالت انا بقولش ان هما تلت تلات انا بقول بس ان هما تلت فرق وطبعا الفريق التاني بيحارب باستماية الفريق اللي هو يعني بيدفع في هذه الروح السلبية او الكلام ده اللي هو يعني نازل في كل مؤسسات الدولة تخبيط بيحارب بعنف شديد جدا يتمثل تاني في النواة يطلع لك انا ممكن برضو عايز اتكلم بحتة دي الموضوع مش مجرد فيسبوك فيسبوك ده بنسبنا الوجهة الاهم والاكبر لكن معرفش اذا كان حد ما حضرتكو تعرض النفوجي ان وضع رقمه في واتساب جروب او جالوا حاجة على التليجرام الناس اللي ليها انستجرام يمكن ده شائع اكثر في قطات الشبابية وده انا من وجهة نظر على فكرة خطر كامن طيب انا برضو مصمم على رصد الحالة اللي موجودة ودي دي نقطة سؤالي ليك بالتحديد مش حاجة تاني خمستاشر يوم اللي فاتوا في حالة من الارتجال في الوطنية يعني الناس ما بقاش مثلا الحزب الوطني قال احشده اللي مش عارف ايه قال اعمله ما حصلش في حالة كده من الحجد التلقائي اللي هو ايه زي ما يكون بتحوط على بلدك انا حاس صح مزبوط الموطن المصري بعد تجربة صورتين وبعد 25 يناير لغاية دلوقتي عنده قناعة تمة وهي اصبح لها يتحمل ويدفع فاتورة المراكة السياسية ايوه حلو اللبز ده اه الرهان خاسر دي مش في حسابات المواطن البسيط المواطن ده اتهدت في الشارع المواطن ده استهدت في الشارع المواطن البسيط ديلي ويجس اللي هو اجر يومي ده سرقت عربيته المواطن ده ما كانش عارف ينزل بنته تروح الدرسة او المدرسة يعني وانت بتكلم معلش طبعا اعرض لنا تالي السورة اللي انت كنت بتعرضه اه انا شاف مواطنين عاديين كل واحد على تويتر وعلى فيسبوك حاتت صورة الرئيس السيس ممكن يعني يعني الطبيعي انه يبقى في حزب يتبع الرئيس ويحشد الناس ويعمل هتفات ومؤتمرات شفناش كده احنا شفنا ارتجال يعني حاجة تلقائية شعور حقيقي تأكيدا على مشاركة المواطن المصر وتحمل المسئولية كان في دعوة من الخارج من التنظيم الدول 11-11-2016 صحيح تم التجهيز لصورة مسلحة طبعا انا ما عنديش معلومة اذا كان ده الدولة تصرفت بدربة استباقية ولا حسنة بحاجة تم الاعلان عن تحرير تحرير سعر الصرف اه في اليوم ده صح اه فهذا التزامن مع ده عندي بقى يعني الدولة بتقول انا قوية وقادرة قرار استراتيجي سيداء خدته في يوم الدعوة اللي هم قالوا عليه وصلت المعلومات لابراهيم مونير في لندن وكانت التكلفات تراجع العناصر في عدم المواجهة واللجانة 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 والمسلحة اللي هي طبعا تراجعت تماما واختفت من المشهد في مصر خلينا نكون لا مواجهة ميدانية لن تكون خلاص ده موضوع انا قلت الحضارك في بداية في بداية الحلقة ان المعركة اتبت من على الارض للعالم الافتراض الهدف الرئيس فيها المواطن البسيط صحيح انا عايز اعلى بس انا اخذ النهاردة انا كنت في وسط البلد شرع لالف تحديدا وانا ماشي كان في حد معلق يفت مكتوب عليها صورة الرئيس وصورة صاحب المحل يعني شخص احطت صورته مجمع الرئيس وعمل عليها كامل ياسيحنا معاك ما حدش قال له حاجة ولا حد اعمله حاجة حاجة داخلية حصلت انا بقى هنسى شوية ان انتو شغالين في المجال ده وانسوا الكاميرا دي انا هتكلم كشباب في سنوكو دلوقتي رئيس الدولة اللي انتو شايفه وصورة ان احنا بديتكلم في تفزوه انت ليك الحرية انك تقول اللي انت عايزه الحالة اللي انتو شايفها دي بتقيمها ازاي هو وصل لك ازاي شغله وصل لك ازاي لما شفته بيتكلم وبيقول كان في بعض الناس هيا اللي بتشير كان فيه مش عارف ايه قريت المشهد ده ازاي بالنسبة لي علاقت اكتر حياتة اللي هي قالولها هو ما تتكلمش عن نواته دات يا رئيس هو اللي هو ما عايز اتكلم فيه الرئيس مع الشعب بيتكلم بتلقائية جدا بيتكلم بصراحة وده هو تفمكن وصل لناس اكتر انه هو الرئيس نحن بيتكلم الناس بيوصل لهم كلامه جدا بما انه شغال في الميديا وفي الاعلام فانا شايف اكتر من الناس اللي حفظنا وصلها لانجازات يعني الناس اللي مش شايف ان المشاريع احنا نوصلها لحاجات اكتر نتكلم عن حاجات دي بتحصل في البلد اكتر بالفعل يعني عندنا انت بتحب كلام الرئيس الارتجالي دا اه انت شخصيا او ككمينة بحب الكلام بيوصل لك اكتر يعني بحيث نوع من القلب غير الكلام مثلا ان هو مثلا بالورقة ميبقاش فيه روح زي الكلام اللي هو بيارتجالي بس مرضو دوت ليه اوقاته ده ليه اوقاته طبعا بس بتكلم عن المقاطة اللي هي ديت احنا كناس شغالة ممكن تكون في المجال شوية او في الميديا شوية فشايفين كل شوية افتاح كذا اعمار شروع كذا مصنع كذا سفر لكذا حاجة زي كده فاحنا نحتاجين ان احنا نتكلم اكتر كاعلام او كسوشيال ميديا كصفحات الوزرات نفسها تبقى ليها وسيلة على السوشيال ميديا ماشي ده شغل الدولة بتاعتنا بكال دوقتي على الشباب على البناء قدمين نفسهم رشاد بتشوف الصورة دي ازاي يعني رئيس الدولة كان قاعد في المشهد اللي احنا شايفينه ده على الهواء وانت حر تؤيد رئيس الدولة او لا تؤيده انت حر دي حاجة ترجعلك ايه اللي يخليك وانت بتكلمني في الفاصل او انت بتكلمني بالروح الوطنية ايه اللي كونا عندك ايه رصيده اللي عندك عشان تطلع بروحك الوطنية دي تمام هو اكيد ما فيش حد فينا مش حابش يشوف او المرحلة دي تخلص ان احنا انتقل مرحلة احسن هو اكيد كلنا مستنيين ده اه فانا عن نفسي كالرشاد انا مستني انا بقيمش حاجة دلوقتي انا مستني مثلا المشروعات او المهلات الزمنية اللي اتحددت فانا مستني شوفي النتيجة دي انا ما بحبش اقيم مثلا كلامي تقل او هنعمل او اتعمل انا مستني الحاجة تخلص وانا هقيمها افرد ده انا جيت دلوقتي قلتلك ايه الحق ده مسأحنا بنعمل مدحف مصر كبير حاجة ضخمة كده ده في ناس عايزة تيجي تبوز المدحف ده لا ده دي حاجة ما لهاش علاقة اصلا بنا معه انت هنا انت هنا بتفرق ما بين الدولة كدولة وكيانها وبين انك مختلف اراء او اولويات بالضبط تكون ان انا مثلا بدعم جهة او بعدها ما لهاش ده ما لهاش اي علاقة خالص ان انا تخريب او يعني الحاجات الوطنية دي بعيد ده كل البعض خالص عن مين ماسك او مين مش ماسك الجي انا تفكري فين او مع مين تابع ده مش تابع ده كل الحاجات دي بيكون برا النطاق ده خالص تمام اظن الرهان الحقيقي او الحرب الحقيقية على الناس الطبيعية ان احنا ازاي اما ان احنا نفاهمهم الحقيقة ماشية ازاي ونفاهمهم بلدهم رايحة فين او ان احنا نخدهم في اطار تاني طبعا رئيس الدولة رئيس منتخب وكل شيء بس رئيس سيسي مش رئيس منتخب بالشكل التقليلي رئيس السيسي علاقته بالمواطنين المبنية على جملة مهمة جدا وقالها وهي السقة ازاي يكون فكر الجماعات الارهابية دي عايز يضرب هذه السقة وازاي هيفكر في هذا الامر باساليب مختلفة تم وضع اكتر من خطة من بعد تلاتين ستة حتى الان لاستهداف المشهد واستهداف رئيس الجمهورية بالاعتماد زي ما قلت لحضرتك على ما يعرف بفرمات سابقة التجهيز يعني عندما يتحدث الرئيس عفتاح السيسي وهو تركبته شخصية نبيلة مهزب فبيتكلم للمواطن البسيط بكل طبقاته ما بيتكلمش الفئة معينة بعيدا عن الحديث الكلاسيك في مجلس الشعب من هنا بيتم الكلمة بتاعته كلها بتتقطع وبتتاخد بتتحط في سياق مختلف وتحط في سياق مختلف ويبتدي يتعلق عليها في أداء تمثيلي تم التدريب عليه مجموعة العمل الإعلامية الموجودة في أسطنبول اتضربت في أمستردام انا مش عاوز اذكر أسماء عشان مش محتاج ان انا اتكلم عنه اتضربت على رسم الصورة الزهنية من خلال التوكشوت تمثيلي اه يعني انا دلوقتي هاخد كلمات انا عايز بها اخلق نوع من عدم الثقة فاخد كلمات احطها في غير سياقها مع تمثيلية واداء مختلف ومزيكة مختلفة ومؤثرات صوتية مختلفة عشان اخلق عدم الثقة حالة عدم ثقة واخلق صورة زهنية بان خلاص مصر التنهار مصر بتضيع طبعا اه اعتمادا على ان هو صفحة البرنامج او المنصات الاعلامية متواجدة على الفيسبوك فبالتالي يبقى فيه ملايين المتابعين حتى بقى اللي هو يقوله شفتي فلان قال ايه حتى اللي هو ما لوش حساب حتى على الفيسبوك صحيح فبيبتدي الاستهداف من خلال منظومة اعلامية متغيرة هم هذي المنظومة بتعتمد على المعلومات فورمات صباقة صباقة التجهيز فيديوهات موجودة من الشرع المصري هناك فريق عمل بيقوم بالتسجيل من خلال فيديوهات للمواطن البسيط ومعاناته وبيتم ارسالها ويتم منتجاتها وقصها ويتصدرها ووضعها كفورما داخل البرنامج ويبتدي الحلقة حلقة دي انا عندي فيديو فلان هيبتدي حجم تأثيره هيبقى تمام لخلق الوعي ازاي في النهاردة بديناها مصطلحات يعني انا بحييك عليها عايزة على ازيز صد الجزئية دي كنت رسا بلها لك من شوية بتكلم على موضوع حدم القدوة فكرة اننا لو عايز الناس تفقد ثقاتها بحد تمام طبعا ما اقول التقدير للشخص الرئيس يعني هي فكرة اننا اخليه او ده ممكن يكون منهج او يعني مصار وح وفيه مصار تاني اه الوقود نقص مش عقف ايه حصل الكرسة حصلت فين فطبيعة يعني الاشعب مجمالها لو فيه عشرة قاعدين قلت ان فيه نقطة العشرة يحب يشوف النقطة يمكن سبعة ما يحبوش يقروا خبر تمام او يسمعوا معلومة يعني الناس ممكن تتعافع مع الامور يفيها سخرية وضحك يعني ايه انه بقى فيه خطاب بينتهي هذه اللحظة بعد خمس دقايق تلاقي نازل منتاج ان مسك الخطاب ده متقطع عشر عشر اجزاء والجزء ده معمول له لقطة كوميدية من فيلم معين وده رد فعل من شاب مش عارب بيعمل ايه اكيد شوفت كلام ده كتير جدا رئيس نفسه تهكم على هذا الامر اكتر من مرة ففكرة ان ان انت بتهدم القضوة هنا ازاي او حتى هدم الثقة عن طريق التقليل من شأن هذا الشخص بجعله عفوا دائما بس انا هقول لك على حال بقى الناس سنين بنتعرض للحاجات دي وما بقى السر يعني كل الناس شيخ لازهر والبابا كل الناس يعني مش بس حد معين تمام هل نجحوا يعني هل في يوم الايام انت فكرتيني بحضاشر حضاشر والله يعني يوم حضاشر حضاشر قول لك هيعملوا ثورة يوم الجمعة مش هعفيني الساعة كام حدشة في ثورة حدشة في ثورة فحداشر حداشر كان الاخوان حجدين صح يا سيد احمد مزبوط لقال لك هنالك مسلحة كمان اه ثورة مسلحة 2016 وقال لك شيخ اما الرئيس سيسي رحمة حرر سعر الصرف ده قدرة والله في نفس التوقيت وعدت وعدة ثلاث سنين صح مزبوط هل تم اي نوع احنا بنرصد واقع دلوقت لا بنجامل حد ولا اي حاجة اعايز اتكلم في الجزائية دي مش عارف الشباب تحديدا هتطفقوا معنا في الجزائية الاجيال الاصغر يا سيد خالد للاسف اه انا كاد نصل الى فكرة اه انعدام اه القضوة عندها لا يعني هو بالنسبة له من اول هدم صورة صورة ذهنية للمدرس والصورة ذهنية لمدير المدرسة والصورة ذهنية للأب والصورة ذهنية للقائد السياسي وللرجل الدين يعني انا بداعي ده من وجهة نظري ما عرفش هتتطفقوا معا بس فيه جزء من التخريب المجتمعي وصل لده ولذلك انت هنم تيجي تقول مثلا ايه ازاي تكلم فلان كده او زي نتكلم على قضوة او رمز او كذا او كذا تلاقي ان فيه قطع كبير جدا من الشباب الجزائية دي رحت من عنده ده موضوع يمكن يكليه بعد اجتماعي مس سياسي وطبعا اجتماعي وسياسي في نفس الوقت لكن انا بشوف ان على ارض الواقع لقى الشباب الاصغر خالص دي بقى المحلة السنوية انت طالع اه الموضوع ده اثر معاه طيب مينا اه لو انا موجود على تويتر في حاجة الناس عادي بقى تسمع عليها اليومين دول اسمها تريند الاول عرفني عن ايه تريند تريند ده عبارة عن موضوع الناس كناف تتكلم عليه مم واكثر تتدولون يعني متتدول جدا عبارة عن ممكن يبقى هشتاجات او ممكن يبقى جملة عادية مم اه التريند دلوقتي في مصر انت هتلاقي حتى اه كان حد كان طالع في فيديوهات من كم يوم كان بيقول لك ركبوني تريند مم كان طالع في الفيديو بيقول لجماعة عايزك لتريند خلينا محددين عرفلي تريند تريند ده يعني هو انه مكون موضوع او جملة سائغة او هشتاج او هشتاج على هشتاج يعني ايه برضو عشان الناس اللي بتسمعنا تبع عارفة هشتاج ده كده اللي هي عاملة زي عاملة شباكي دوت مكتوب جانبها كده جملة ده بتبقى اي حد بيعايز يكتب حاجة عن موضوع يدوس عليها حيشوف كل الجمل اللي عناها يعني كل التويتات اللي عناها كلام ده على تويتر في اي مكان في العالم بقى مظبوط اه طيب ولما بيطلع يقول لك والفيسبوك كمان في الانشتاج تريند ده عالي اليومين دول يعني اه عالي على مصر ولا عالي على الشرق الاوسط ولا عالي على العالم ولا هما عندهم في تصنيف تريند على الايجيبت وعلى على ورد وايلد بس يا مسلاك أنها أنا جايب مسلا معي بسلط Sm sowie ما اور mean في موقع بيجيب لك اتريندج عالي طول كل كم ساعة بيجيب لك اتريند فأنا جايب التريند بتاع النهاردة فهو تريند هو بيخلك عارف النس به اعلاقين تويتر النهاردة فالتريند كان取كر موضوع بالفعل التريند ده اختفى ليه بقى كان في الناس اللي تتويبا اللي تتويبا عليه كان الاكاونتات فاك يعني اك فاك اكثر من 90 انatsu كان الاكاونتات اللي عاملة ريتويت او بتكلم على الهاشتاج دوت كانت فيك افتح انت اخصش على على التريند وافتح اي تويتا وشوف الشخص التويب اللي كتب التويتا ديت هتلاقي اه 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 فولوينج يعني هتلاقي عمل اه لسه عامل الاكاونت مثلا من اسبوع انا انا كمتلقي دلوقتي عامل ربط الخطوط بعضها احمد عطا بيقول لي دي خطة وموضوعة وده قالنا الحرب ليه العالم الافتراضي في خدت الجملة دي وببص على موضوع الفيك اكاونت الموجودة على تويتر انت الوقت بتشهد شهادة علمية ممكن دلوقتي لو ممكن تفتحوا على الشاشة عندك وتفتحوا للهاشتاج وتشوفوا اي تويتا مثلا من دون التويتات هتلاقي ناس اكاونتات مالهاش صورة حت. طيب تويتر عمل ايه بقى في الحالة دي؟ ما هو لازم بقى تعمل فيه كمية كبيرة جدا معمولة في التويتا في الهاشتاج دي بالذات فيك. فلو عملنا عليها ربط هتقفل بس الفيك انهو خلاص اتعملت التويتر شالي الهاشتاج خلاص. يا نحشي دلوقتي اللي عملنا سيرش مش هتلاقي موجود في تويتر في الاعلى. فيه هاشتاجات تانية موجودة. اه الفقه برضه في الهاشتاج او في الترند انك انت ممكن مش بيحسب الشخص. يعني يقول لك مسلا ان الهاشتاج دوت مثلا مثلا كعلي مثلا اثنين مليون مسلا. مش معناق ان فيه اتنين مليون شخص. في معناق ان اثنين مليون هاشتاجة. يعني فيع cough. ممكن يكون كتبت اثنين مليون حالة في العالم الافتراضي ده إيه اللجان اللي قاعدة أو إيه الدوائر اللي قاعدة تخدم على المواضيع دي لا دي ده عدد ضخم من الدوائر في أكتر من دولة منها مكر الحسابات السرية للتنظيم الدولي الحسابات السرية المالية في بنوب أسبانيا مش جنوب أفريقيا كبرص تركيا لندن سويسرا ألمانيا فرنسا نقاط ارتكاز بتتعامل مع العالم الافتراضي كلجان في إطار خطة هجوم وبالتالي هو شاف حاجة عالية حاجة عالية فكل الأمور دي بما فيها الإعلام بتاعهم بما فيها هجوم وقتي آخر رهال حتى 25 يناير 2020 هو هذه الفترة ليه؟ عشان بس المواطني يعرف ليه وطيرة التصعيد وخدت أشكال مختلفة أشكال تمثيلية خارج مصر ليه؟ أولا انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه طبعا مجموعة المشروعات أو الديبالوبمنت اللي تمت في مصر غير مسبوكة آآ ثانيا آآ أصبحت مؤسسات الدولة بيعاد هيكلتها بشكل احترافي هو شايف طبعا إن كل دا استقرار أكتر وهو دا ما يتزموش إلا هم انتهاء وخروج المشروع من منطقة الشرق الأوسط والأخطر بقى هل تعلم يا سيدي بأن ليبيا الدولة الجميلة بيتم انتهاك اقتصادها بكافة المنتجات التركية من خلال دعم حكومة الوفاة كامل تمام أنا عارف أنه حتى إقليميا في برضو مسارح حرب كتير مسارح حرب بشكل رهيم إحنا بقى بنتكلم إحنا في ستمبر 2019 وعن الناس كلها سمعانا ودواقع بلدنا اللي إحنا بنعيش كان الواد محمد علي طلع ألهاب الخمستاشر يوم ورئيس الدولة اللي موجود دا موجود وإحنا عارفينه وحفظينه والدنيا زي ما هي كده بحلوها وبمرها السؤال المصرين اتأثروا ولا المصرين لسه واقفين أنا أتصور أن نفس القصة الحراك في السايبر في السايبر بمعنى هقول لها لك مثال بسيط جدا ومش مخرج من الموضوع والله ممكن تلاقي واحد والده توفى هيجيله ألف واحد يقوله البقاء لله اللي حيروح يعزيه تاليتها مثلا تمام؟ هو بنفس المنطق دا فممكن تلاقي كل الناس بتتكلم دا حتى أيام يناير نفسها كان مثلا مليون واحد بيتكلم لازم ننزل مش عارف ايه كلنا وراء تمام؟ فأنا تصوري أن الحراك الحالي هو حراك كيبورد حتى هم يعني يطلق عليه من كبل الناس دي بيسموه جهاد كيبورد يعني عايز انزل بقى اتعب انزل اشتغل انزل انتج انزل يعني يدعم البلد يعني اللي عايز دعم البلد ينزل يدعمها بجد ما يدعماش على كيبورد واللي بيشتم في البلد يؤرينا نفسه بس ايه وبرضو يسيب الكيبورد دا باختصاري في حالة ثقة كده ولا أنا متهيقني؟ في ثقة في الارادة اللي موجودة دلوقتي احنا واسكين في الشعب المصري احنا شعب المصري كان البلد كانت اختطفت في فترة حكم الاخوان وكان في رهان انها هيصل حاجة يعني أنا كنتم تأكد من نسبة مليون فيما هيصل حاجة تمام الاخوان ومن يتبعهم ومن على شكلتهم يعرفوا قوة المجتمع المصري دلوقتي عارفين قد ايه مدى التماسك اللي موجود بينهم؟ تأكيدا على معلومية التنظيم بقوة الشعب المصري بيدفع بزيادة وطيرة المواجهة في العالم الافتراضي من خلال فورمات سابقة التجهيز فورمات سابقة التجهيز هي العناصر اللي تم الاتفاق عليها وبتطلع بفيديوهات بشكل تعمل معارضة صناعية صحية انت متفق معايا في كل الاحوال ان الحفاظ على اي مقدرات من مقدرات الشعب المصري ده واجب على اي شخص كان متفق او كان مختلف اكيد صح؟ مزبوط انا بشكركم شكرا جزيلا بعيدا عن اننا في التلفزيون نحاسس بحالة وطنية جواكو كلكو وفي غيرة حائية على البلد كل واحد في مجال تخصصه وعندنا حالة صدق موجودة يعني في حالة من الصدق كده ما بقناش زي زمان العلاقة بين الشعب وبين الحاكم مش حزب ولا بتاع ولا الكلام ده بقى يكن مع المصريين اصلا علاقة وصح حول يعني احنا حاسين الراجل يعني حاسين الصدق حاسين حاسين فيه شغل حاسين الدنيا بتتحرك حاسين احنا كنا في حتة وبقينا في حتة احسن ممكن نختلف في ترتيب الاولويات وارد رب العباد نفسه اختلفوا عليه احنا بندير دولة ما عندناش مش قرآن يعني احنا مكملين ومكملين بعزمتنا وكل واحد فينا في مجال تخصصه اكيد بيخدم بلده بشكل او باخر بشكركم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا النهاردة من الحال يوم غدا بمشيئة الله حلقة جديدة خليكم معك اشتركوا في القناة